مالك يسعى لتحقيق الفوز خلال المباراة القادمة من اجل حسم الدوري وطبعا بالتأكيد يتمنى هزيمة الاهلي وبرامجز حتى ينهي مشواره خلال هذا الموسم ويتوج باللقب التاني على التوالي ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل المباراة القادمة فمتى موعد مباراة الزمالك اللي من الممكن انه يحصل فيها لقب الدوري خليكم معنا في الفيديو ده هنتعرف على موعد هذه المباراة وهتكون قدامين وتابعينا اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات هونس بورت قبل ما نبدأ الفيديو هاريت نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد من الفيديوهات ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور وانا استمر في نشر مزيد من الفيديوهات بدعمكم لنا ويلا بينا نبدأ الفيديو نادي الزمالك هيقابل نادي فاركو في المباراة ال 31 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 ومن المفترض لو فاز الزمالك بهذه المباراة وخسر احد المنافسين سواء كان الاهلي او البرامد هتكون مباراة التتويق وجولة الحسم والتتويق بالنسبة لنادي الزمالك للقب الدوري للموسم الثاني على التوالي فنادي الزمالك تواجد في صدارة الدوري المصري الممتاز بـ 72 نقطة جمعهم خلال 30 لقاء فاز في 23 مباراة وتعدل في 3 وهزم خلال 4 مباريات اخرى وسجلت 59 هدف ودخل مرمى 28 هدف اما فاركو فيتواجد في المركز الثامن بـ 40 نقطة من 30 مباراة فاز في 9 مباريات وتعدل في 13 وهزم خلال 8 اخرين عليه من الاهداف 18 هدف وسجل 20 هدف ومن المقرر ان يستضيف نادي فاركو نظيره نادي الزمالك في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة من مساء الجمعة المقبل 19 من اغسطس الجاري على ملعب استاد المكس بالاسكندرية ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز ويمكننا مشاهدة مباراة الزمالك وفاركو عبر شاشة كنت معاكم حياة رمضان وشوفكم في فيديو جديد باي باي ترجمة نانسي قنقر